لقيا نحو 47 إذن انقلابيا من العناصر التابعة لرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والميليشيات الحوثية لقوا مسرعهم في عمليات متفرقة على الشريط الحدودي بجزان وقبالة نجران علاوة على إصابة العشرة منهم هذا وصدت القوات السعودية يوم أمس هجوم لمجموعة من العناصر التابعة للمخلوع والميليشيات الحوثية قبلة نجران ما أسفر عن مسرع عشرة وإصابة العديد في صفوف الإنقلابيين وتدمير عربة محملة بالأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ كانت تنوي الميليشيات استهداف المدنيين بها